السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فسر ابن سيرين طعام في المنام بالرزق والمال لكن الجوع في المنام خير من الشبه كما الرؤية خير من العطش والأكل في المنام يدل على حصول الرأي على ما يساء إليه فإن كان الأكل جافا أو صلبا وصعبا مضغدا على صوبة السعي ومرارة الحياة أما الأكل الطريل الذي في المنام فيدل على سهولة تحقيق المراد قال الشيخ نابلسي تجهيز الطعام في المنام يدل على الرزق ورؤية تجهيز الطعام في الحلم ترمز إلى السعي في أمرين أو أمنية فإن تم لصاحب الحلم تجهيز الطعام في منامه كان له ما يريد أما تقديم طعام في الحلم فيدل على المساعدة التي يقدمها الرأي للآخرين ومن رأى أنه يقدم طعام في الحلم للضيوب فقد يدل ذلك على ترقية في العمل واتساع في الرزق أما مائدة طعام في المنام فترمزه تدل على استجابة الدعاء ومن رأى المائدة في الحلم تتزيئ تنزل عليه من السماء ذل ذلك على تحقيق أمنية كان يتمنى فيما الأكل مع شخص في المنام يدل على الشراكة ووحدة الحال ويقول الشيخ النابلسي أن الأكل مع الملك أو الرئيس في الحلم عزة ورفعة وارتقاء في المناصب فيما رؤية شخص يطلب الطعام في المنام تدل على حاجة هذا الشخص للمعونة والمساعدة فإذا أعطاه الرأي الطعام في الحلم فهو يساعده فعلا ويمدله إذ تلعون ويقول ابن سيرين من أخذ الطعام والخبز من الميت في المنام دل أو رزق للرأي من غيره من حيث لا يتوقع أما من رأى الميت يأخذ منه الطعام في الحلم فهذا يدل على الخسارة والهموم وتعضر الرأس فيما درجة المفسرون على التمييز بين الأحلام المتعلقة بالطعام من خلال نوع الطعام الذي يراه النائم في الحلم فلكل نوع معناه ودلالته وبناء عليه سنتعرض وإياكم لتفسير الطعام في المنام على حسب نوعه فتفسير أكل اللحم في المنام منية غير غيبة ونميمة أما أكل الكوارئ في المنام فيقول ابن سيرين في تفسير لكل لحم أكل الكوارئ أنه من رأى نفسه يكل الكوارئ على المقادم ويمص عظمها في الحلم فهو أكل مال اليتيم والله أعلم ويقول ابن سيرين القبز في المنام يدل على العلم والإسلام وربما على الحياة فيما سقوط الطعام في المنام يدل على تعسير الرزق وإن نرى الطعام يسقطه منه جاي في الحلم فقد يتعرض لخسارة في عمله أو ماله نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام ترجمة نانسي قنقر